ابدأ بسم الله الذي العين ترى امدح رسول مولاه القديس لوقا الطبيب في انطك يا مولود هذا الراجل ذو الجود عبدالرب الوادود القديس لوقا الطبيب تابع الرب الهه بقلب كل حياته حتى اكمل جهاد القديس لوقا الطبيب بولوس هو رفيقه وبطرس كان صديقه شهد له بتكريز القديس لوقا الطبيب خدم معه في تروس وفي لب باحترس وارشال باحساس القديس لوقا الطبيب وهو احد السابعين رسولا يا مؤمنين خدم الرب الموعين القديس لوقا الطبيب بعد استشهاد حبيبيه بطرس وبولوس رفيقه كرزب انجل فاديه القديس لوقا الطبيب في نواحي رميا بشر بالمسيحية بغير واحنيا القديس لوقا الطبيب فاتفق عبدالأوثى مع اليهود الخوان وذهبوا باتقان القديس لوقا الطبيب الى الملك الملع النيرون الطاغ المجنون وواش له بفنون القديس لوقا الطبيب بامن سحر لائم رد بسحر العظيم قوما بفعل التعليم القديس لوقا الطبيب اما القديس فاكان اعطى كتبه يا اخوان لرجل صيد من صن القديس لوقا الطبيب فامر باحضاره وبدأ بسؤاله عن سحره وضلاله القديس لوقا الطبيب فأجاب القديس انا لست عبد بليس بل رأس النافيس القديس لوقا الطبيب للرب يسوع المسيح ابن الله بالصحيح به يحيا واستريح القديس لوقا الطبيب فامر بقطع ياده فاخذها بقوة ربه ألسقها في كتفه القديس لوقا الطبيب ثم عذف فصلها وأخذها وألسقها فصارت كطبيعتها القديس لوقا الطبيب فتعجب الحضر وصاروا مؤمنين باسم الرب المعصون القديس لوقا الطبيب وأمان الوازير وزوجته بتدبير مع جمع كبير القديس لوقا الطبيب عددهم مائة وستة وسبعين بطقان قد أعلنوا الإيمان القديس لوقا الطبيب علم الملك بقضيتهم وأمر بأخذ رؤسهم فتمت شهادتهم القديس لوقا الطبيب وجعلا جسد القديس موضوع في داخل كيس من فعل إبليس القديس لوقا الطبيب في البحر ألقى وبتدبير من الله رجل مؤمن وجده القديس لوقا الطبيب كتب لنا إنجيله الشاهد لمسيحه وانا الإقليله القديس لوقا الطبيب كذلك سفر الأعمال الرسل ذاو الأفضل كتبوا لنا بكمال القديس لوقا الطبيب تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله القديس لوقا الطبيب عنا أجمعين اشتركوا في القديم اشتركوا في القديم اشتركوا في القديم اشتركوا في القديم شكرا